قال يحيي ويميت وحده كذلك وأما تلك الدعوة الكاذبة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قالها كذبا وزورا وبهتانا هو لا يحيي ولا يميت ولذلك الله تبارك وتعد تحدى الخلق كلهم قال فليخلقوا حبة حبة ليس نفسا ليس حبة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة لا يمكنهم أبدا فكيف هذا يأتي ويدعي يقول أنا أحيي وأميت كذب ولكن ملك من ملوك الدنيا الجبابرة له أن يدعي أي دعوة من سيحاسبه في هذه الدنيا لكن يحاسبه الله على مثل هذه الكلمات الفاجرة عندما يقول أنا أحيي وأميت وقد نقل أنه قال أنه يأتي برجل حكم عليه بالموت فيتركه فيكون هذا أحياه لأنه كان سيموت ويأتي إلى رجل حي فيقتله فيقول أماته مع أن المعروف أن هذا قتل وليس بموت والموت هو قبض الروح قبض الروح لله وحده سبحانه وتعالى لا يملك أحد أبدا على كل حال تسلط الناس على البدن وليس على الروح وتسلط الله على الروح والبدن سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة